اشتركوا في القناة 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 ما زالها في راسي وبدأوا لسنين والعوام يفوتوا عندي ثلاثة أخواتي صغارة عليها قاعد زوجوا واحدة مور اختها ما شاء الله بصح انا ما جاني حتى واحد ما لقري ما خصني والو شابة قارية كما يقولوا والحاجة اللي قلقتني ولا وجوارينا ولا لفا متاعنا يقعدوا يسقصوني انت يا علش ما تزوجتيش علش خواتاتك صغارة عليك وتزوجوا هنا يا بدوا يشكوني ويخلوني هكا نتقلق نقعد نقول انا يا كيف هم تزوج عندهم الحق دوك يفوتني الحالو ما نتزوج ما نجيب شدريلي حتى الوحد النهار جات عدنا مرتخالي هذي مرتخالي انسانة حافظة كتاب الله تقري في الجامع متدينة المهم فيها قاع الصيفات الحسنة والحاجة اللي فيها مليحة تتهدري معاها وتكوني مهمومة ولا مقلقة دايما تهديك وتجيب لك ايات وحكم وتخليك يعني تقتنعي بالشي اللي قالتها لك سيرتو المكتوب دايما تقول لي يا حافظة الزواج مكتوب ما تتقلقيش بالك انتي يجيك مكتوب خال من مكتوب اخواتاتك ولا صحاباتك وبقيت على هادك الحال حتى وصلت لسن 32 سنة قعدت نخمام باللي صاي كبرت وفاتنين حال وهذا تخمام غلط في غلط اي وحدة تكون في هاد السن في عمرها 32 ولا 42 ولا 45 ما تخميش كيما هاك الزواج مكتوب ربي قادرة تلحقي 55 ولا حتى 60 عام ويرزقك ربي بالزوج الصالح حتى الوحدة النهار جات مرتخالي هذي كلي حكيت لكم عليها في الدخلات على الباب قاتلي حافظة جا مكتوبك انا قعدت نضحك عرفتها باللي رهي على العريس بالصح ما توقعت شكون هاد العريس كي قعدتها كان خمام بيني وبين روحي قلت بالك كاش وحدة بغير تزوج اخوها ولا ولدها من هذوك اللي يقروع عندها في الجامع قاعد ما توقعت بلي العريس هو خوها المهم حطينا القهوة وقعدنا نشربون نضحكون نلعبون حتى قلت لها يا هادري اللي علي هاد العريس وشكون قولي اللي عليها فامي تاعه اخلاقه قعدت تشكر لي قاتلي اخلاقه ما شاء الله ومتربي ومتخلق اخته تاني ما شاء الله هم مهبوه وقعدت تضحك ايا قلت لها شكون هادو قاتلي خويا قلت لها شكون خو قاتلي فوالاها خويا وينه هي عندها زوج خوتها كبارة ليا ايا قلت لها قاع السنين وانا قدامك مخطبتينيش حتى لليوم قلت ليش كنت نقول لك حافظة كنت نقول لك المكتوب تاع ربي هو اللي راه يسير فينا وهذا وينك تب ربي وراني جاي نخطبك اسكو تقبلي ولا ما تقبليش تم تم قلت لها واه راني قابلة واكيد نتشرف بيك وبالاخد تاعك وحددنا موعد الخطوبة وجه هذك النهار وجهت مرتخالي وجهت امها وبوها وجهتاني العريس ما لقلي يعرفني وشايفني وحتى انا شايفته والحمد الله زعماء سمع عليهم غير الخير ومر هذك النهار تاع الخطوبة وحددوا موعد الزواج بعد ستة شهر ابديت انا يا مين دفعوا المهر وتفاهموا ابديت انجهز في روحي ونروح مرات انا ومرتخالي كانت واقفة معايا توريلي مرات يخصوني دراهم تزيدني متزدام تيحة تقول لي ليسانسيال ما يخصك والو انت يا مرتخوية ولازم نطهلا فيك والحق نهار العرس تاني داروا عرس بزاف شباب ما شاء الله كنت اجمل عروس في دك النهار وكنت اسعد عروس وبعد العرس رحت نسكن مع العائلة ابوه وامه وعنده اخوه متزوج اما هذي مرتخالي اخته عاطينها الايطاج اللول ساكنه فيه يعني عندها شعالم اللي كانت ساكنه فيه كريت بزاف معا خالي بالصح مين ما قدرت شعلي الكريا وقاع رحت ساكنت في دارهم المهم فات الشهر الاول ما شاء الله متفاهمة مع سلفتي واللي ناكل خواتات هي تحكيلي انا نحكي لها نتعاونه على الشغل تعد دار وحتى عجوستي وشيخي وحماية اكيد بيناتنا غير القدر وحماتي اللي ساكنت تحت اللي هي مرتخالي يعني ما شاء الله تجي عندي تحفظني قرآن تقولي زعما حكيلي كاش حاجة تدرك وقاع حتى فاتوا شهرين وانا عايشة غاية من بعد ولي تنشوف عجوستي اه تدير واحدة طبايع قاع ماشي مليح مرات تقولي ما كاش تنوضي بكري ما كاش تديرين ماك لابنينا اه تقعد تشكر فيه سلفتي وانا تقعد هاكا تدير لي فيه واحدة الرومارك قاع ماشي غاية انا كنت نزعف ودايما ان نروح نشكي المرتخالي اللي تحتها اللي هي حماتي نقولها شو في شاهيد دير عندكي ما يشتعملني غاية رهي تبغي يكنتها الاخرى ايه تقولي غاية صبري ووزع ما ما تقلقيش ودوك ربي فارجعلي كانت دايما تدعمني حتى كي كان يصراو مناوشات بيني وبين عجوستي ولا بيني وبين سلفتي كانت تتجي معايا تقولهم حافظة نعرف هاكي دايرة انتو ماراكم تخربوا فيها وصيرتو من فاتوا ربع سنين وما حملتش وتعرفني باللي انا من اللي كنت صغيرة متحمسة باش نحمل وباش نتزوج وقاع دايما كانت تتصبر فيها وتقولهم ما تزيدوش عليها خلوها في حالها وصيرتو من كانت سلفتي تقولي ما تلعبيش مع ولادي ما تماشطيش لبناتي تخاف مني من انا ما عنديش بزوزوغا تقولك هذي حسادة ضك وتعين لي ولادي كانت هذي مرتخالي تجيبهم لي وتقولي لعبي معاهم لبسيهم دوشيهم بالصيف عليها وكانت مرات تجيب لي بنتها صغيرة وتقولي خليها عندك يومين تلت ايام نمشطلها نوكلها ندوشلها ما لقري ساكنة غي تحتي دايما كانت تتفكرني وتقولي تعقلي كي كنت نقولك تزواج بالمكتوب ماما الولادة بالمكتوب الصبري وربي رزقك ان شاء الله وكانت تعجوزتي كانت تقولي دايما ولدي من كرشك وما تحوسيش على ولاد الناس خطرات نسمحها تقول علي العاقرة المهم فاتت السنوات حتى الحكت 8 سنين زواج وانا بلد رادي وقاع هذيك المعاناتكم والمعانات اللي رح نحكيها لكم كوم آخر والسبب والبطلة شكون هي مرتخالي واحد النهار مع العشياء حوالي الرابعة ونص هكا كنا قاع العائلة ملمومين نشربوه في القهوة حتى جا حماية وجايب معاه واحد البورسة في يده ايوم محسق ساعتها قتله يا ولدي شك رافد في هذيك البورسة كاش بك جايبنا حلوة ولا ميل فاي ولا اقعد يضحق لها اللامة هذو دراهمتا على السلعة اراني جايبهم اليومة نخليهم في الدار وغدوة ان شاء الله نعود نضيهم ونشري بهم سلعة جديدة ايوكم من القهوة تعنا فاتوا تلت ايام على هذيك العشياء اللي كنا مجموعين فيها كنت مجمع انا والزوج تاعي في الشمبرة حتى سمعت حماية يعيط ومه تخبط في ويا حوجي شاسرة ويا حوجي شاسرة خرجنا نجرو شكاين ووالدي خونو له هذراهما ايحنا خلعنا كل نزعما ما كانش اللي يدخل ايا قاعد خلنا نشمبرة تاعه وقاعد نسقصو فيه وينكود داسهم كيفاه وبالك خرجتهم معاك بالك تحولك برا قاعد يقولنا لا اللي ادههم ادههم الشمبرة اييا عجوزتي قاعدة تتشوف فيها وانا ما كنتش حاسبة باللي اه مرتخالي هي اللي حرشتها وقاتلها هي اللي خونتهم يعني تم تم تقاراو عليا وانا قاع ما على بالي وحتى هذو كل مشاكل اللي كانوا يصراو من قبل هي كانت السابب وهي اللي كانت تتحرش امها عليا كاين بعض التفاصيل صراو ما بغيت نحكيهم لكم باش ما تجيش الحكاية طويلة المهم تفرقتوا جات عندي عجوزتي وشيخي للشمبرة شا قالوا لي انا خلعوني شوكاوني قالوا لي يا بنتي قولينا والركيدة ساذهب ودراهم ما رح نخبرو عليك ما رح نخبرو ما رح نفضحوك انا قعدت نصفك قلت لهم والله ما ديتي لكم باغيني نحلف على المصحف نحلف جات هذيك مرتخالي اللي هي حماتي قلت لهم خرجوا خرجوا انا غادي نهضر معاها وبلعت الباب وهو ما قاعدوا يقارعوا برا ايا قاعدت تقولي ما تبكيش والصبري وهذا بتلاق ما عند ربي ودايما كنتم قوليك الصبري واليوم ما راكي تبكي اياكي شغول قاعدت تهدم فيها وخرجت برا حتى سمعت شيخي يقولها كنت عارف كنت عارف انا ما كنتش على بالي بلي قات لهم راني هدرت معاها ورا هي عتارفت يعني هي كانت تتصبر فيها لداخل وكي خرجت برا قات لهم راه هي عتارفت بلي هي اللي خونت تدراهم انا قاع هاد الشي من بعد حكايته لي سلفتي المهم نزيد نكمل لكم الحكاية شاسرة بعد ما خرجت مرت خالي من عندي انا كت عيانة وبكيت وقاع ديركت رقت ما خممت حتى في حاجة وتاني يعني انا مدرت حتى حاجة باش نخاف ارقت تمهنية في عقلي حتى جات الرابعة ونصحة كاك جاء راجلي من الخدمة شفته قاع مقلوب ومشنف ايا قلت لها يا ذرا القضية تحوك يا ذرا شكاين وقاع قللي علاه انتي وين كنتي قلت له كنت راقدة انا راني عيانة ما نشقاع من الجماعة ما كنت عارفة باللي قالوا له مرتكراها خونات وراها عتارفت وحتى هو ما خبرنيش كيشغول ما امنش قاعد غي خمم ما لقري يعرفني كي ديرا بالصح قاعد شوية يشك فيه ايا انا يا نور ما زعمسكت بعد ساعة ولا ساعتين رجع عندي وقال لي يا بنت الناس الدراهم اللي سرقتيهم وين راهم وين درتيهم رجعي دراهم الناس بركمة الفضحي فيه وانا قاعدت نبكي تاني وكي ما درت البوهم هنبكي ونحلف والله ما ديتهم والله ما درت ادي بزنا وقطرنا الها درا ويتح فيه بالصوت زرقني بالصوت وقال لي اليومي لما جبتيش هذوك الدراهم ما نعرفك ما تعرفيني انا شادرت خملت قشي ورجعت لدارنا والله كل يوم الزوج تاعي يعيط لي ويقول لي رجعي ويجيبي معاك دراهم الناس والله ما نديلك حاجة بصح انا كنت نقول له غي ما عنديش والله ما ديت ونحلف له بصح ما كنتش على بالي باللي مرت خالي قاتلهم راها اعترفت يعني انايا ما عرفش قحش نقول شاد داغي والله ما ديت نحلف لكم على المصحف بصح لو كان كنت عارفة باللي مرت خالي راها قاتلهم باللي اعترفت نروح للدار وزع ما نهضر معاهم ونقولهم انا خاطيني ونتحالف انا وياها والحاجة اللي زادت ثبتت علي التهمة باللي انا اللي سرقت الذهب والدراهم جات عندي مرت خالي وقاتلي راح نعاونك ما راحش يصدقوك باللي مخونتيش بصح راح نبيع شوية من الذهب تاعي ونعطيك 20 مليون رجعيها لهم ورجعي لدارك ومن نبغيها وندير فيها الثيقة اقبلت بالاقتراح تحا وكما كان الحال رجعت لداري ورجعت لهم هذا كدراهم وكد دايما نبكي الراجلي ونقولوا والله العظيم انا مظلومة وما كانش يأمنني حتى دارهم ما كانوا شقاع يحترموني يعيطوا لي السرقة ما تحشميش حسيتهم رجعوني للدار غيباش ينتاقموا مني ويذلوني المهم حتى الوحدة النهار جات عندي واحدة المرأة ملافها ميتة عجوستي قلت لي يا بنتي راني خرجت في القرعات على الحج وكيما تعارفي اللي تبغي تحج ولا تجيب عمراء لازم تكون نيةها صافية وما تأذي حتى واحد وانا راني على بالي بالسر تاعك بللي انتي باريئة ما اخوانتي موالو ورح نخبرك شكون اللي دارقاع هاد المشاكل وسرقت دراهم واذهبت ع سلفتك ايا قلت لها حكيلي مذابية قلت لي بللي مرت خالك اللي هي حماتك هي اللي سرقت دراهم وحشات هالك واعترفتي وانتي كنتي باريئة وهنا يا يا اخواتاتي الخبر هاذاك كيش غلسو كاني كانت صدمة كبيرة لي مرت خالي اللي نبغيها وكانت سندي دارت لي قا حكي ما هاك دروك ما رانيش عارفة اسكو نفضحها ولا نسكت ونخلي روحي سراقة في عينيهم الحاجة اللي خلاتني مترددة باش ما نقولهم شو الحقيقة هاد الانسانة مرت خالي وخالي عنده شوية مشاكل مع ما ولو كان نزيد نحضر ونقولهم مرت خالي هي اللي سرقت وهي اللي دارت وندلها مشاكل مع الأهل تاحا أكيد خالي راح ينايفهم ما ويزيدي نيفني وممكن راح ينوضو مشاكل كبار بناتنا دروك الشيرات راني بغيتكم تنصحوني وتوجهوني لطريق الخير اسكو نهدر ونفضح الحياة وما نحوص على حتى حاجة يعني تنوضو مشاكل ولا ما تنوضش المهم من برأ روحي ولا نسكت ونقعد في عينيهم سراقة كي ما قلت لكم المهم الشيرات هذي كانت حكايتنا لنهار اليوم إن شاء الله هتكون عجبتكم واستفاديتوا منها أول حاجة نطلبها منكم الشيرات ما تبخلوش على الأخت حافظة بالنصيحة ودروك نقول لكم تهلوا في رواحكم نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد وحكاية جديدة باي باي